في حالة بدي تتعلم برنامج إكسل فكتسألوا علاش كنستعملوا هاد برنامج أو للغرض الحقيقي من استعماله استعمال إكسل عنده أهداف رئيسية لنبينها هو أنه كيسمح لنا بإنشاء جداول حسابية أيضا كيسمح لنا بتحليل القيم اللي كتكون لنا في الجداول بفضل أدوات التحليل المدمجة في البرنامج وأيضا يمكننا الاستفادة من أدوات إضافية لكتمكننا من ضبط المعطيات بشكل دقيق في إكسل يمكننا نقوم بإنشاء أي نوع من الجداول الحسابية يمكننا نقوم فيه بحسابات عادية مثل طرح الجمع القسمة أو الضرب ولكن يمكننا أيضا بفضل الفونكشون لأن مدمجين في إكسل إمكانية القيام بحسابات من نوع آخر يأما إحسائية، مالية، هندسية وغيرها إذن أي واحد منك يرقى التالب ديالوم لكيستعمل البرنامج إكسل في حالة تحتاج القيام بحسابات طبعا بالنسبة لأدوات تحليل كتسمح لنا باستعمال قائمة من المعلومات مثلا عندي معلومات سواء ديالعملاء، موظفين، زواناء، أي معلومات كثيرة وبالتالي أدوات تحليل إكسل كتسمح لنا بتحديد، ضبط أو ترتيب هذة المعلومات وغيرها من الوظائف ومن بين الأدوات التحليلية اللي غنشوفها التدريب واللي كنستعملوا في إكسل وبكثرة هي للتفلق خوزي ديناميك وأكيد سمعت بها من قبل واللي كتسمح لنا بتعامل مع المعطيات ديالجداول ديالنا بشكل خاص بالنسبة لأدوات الإضافية أولى اللي كنسميهم بليزوتي دوبتميزاشن هما أدوات اللي كنستعملهم لكيكون لدينا عمليات معقدة وبغينا نقوموا بضبط النتائج لدينا بحيث هذة الأدوات دوبتميزاشن اللي كيقدمنا لإكسل كتساعدنا نحصل على النتائج لكتناسبنا أيضا في الإكسل يمكننا نقوم بتمثيلات مبيانية واللي كتسمحنا نقوموا بعرض المعلومات بشكل خاص وواضح للقراء المعلومات ديالنا إذن قدمنا لكم النقط المهمة في الإكسل ولهذا كندعوكم تعرفوا بشكل مفصل على مازايا الإكسل دوميلتخاز ترجمة نانسي قنقر